مشاهدين الثامنة صباحا ومعنا الوقت مع مجاز الأهم الأنباء مع دينا شرف اتفضل يا دين شكرا لك جمعنا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أرض بالقمح المحلي للموسم الزراعي الحالية وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمحة فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كومومبو ووادي الصعيدة وفي اجتماع آخر مع مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ويعطي دفع قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة وقد اطلع الرئيس سيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر خاصة ما تم إنجازه من مساحات مزروعة وموقف إندادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة وكذلك السلاسل التجارية المختلفة والمعارض وذلك قبل حرور شهر رمضان المبارك وبالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة مع اتخاذ التدابير اللازمة للضبط الأسواق وخلال اجتماعهم مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصدى الاستراتيجية من السلع الأساسية والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعظم أشار مدبولي إلى استعدادات لأقامة معارض أهل رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات وتخفيف الأعباء المادية عن شرائحه كبيرة طالب الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينيسكي حلف شمال الأطلسي نيتو بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده معتبرا أن الامتناء عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلفة وقال زيلينيسكي بأنه حذر بشكل واضح العام الماضي قادة نيتو من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة هي لروسيا مشيرا إلى أنه سيصر في المحادثات مع روسيا على عقد اجتماع مع رئيس فلودامير بوتين تعقد اليوم جولة مفاوضات جديدة عبر الفيديو كونفرنس بين روسيا وأوكرانيا وأكد ميخايل بولدو لياك المفاوض وأحد مستشاري الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينيسكي أن هدف الجولة هو عرض خلاصة النتائج الأولية لمباحثات الجانبين مشيرا إلى أن مجموعات العمل تنشط بانتظام وأن عددا كبيرا من المشاكل يتطلب اهتماما دائما من جانبه قال ليوندا سلتسكي أحد أعضاء الوفد الروسي إن مفاوضات تحرز تقدما مشيرا إلى أن هذا التقدم سيؤدي قريبا جدا إلى موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أسوأ سيناريو في مدينة ماريوبول لجنوب شرق أوكرانيا في حال لم يتم التواصل بشكل عاجل إلى اتفاق إنساني وأكدت اللجنة في بيان استعدادها لتكون وسيطا محايدا لتسهيل الحوار بين الطرفين بشأن هذه المسائل الإنسانية وأوضح البيان أن المعاناة الإنسانية هائلة مشيرا إلى أن السكان بمن فيهم العاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرغمون على الاختباء في ملاجئ تحت الأرض بدون تدفئة ويتعين عليهم المجازفة بحياتهم للخروج لوقت قصير جدا من أجل الحصول على طعام ومياه يلتقي اليوم في العاصمة الإيطالية روما ومستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان مع كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني يان جيجيسي وأوضح بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أميلي هورن أن اللقاء سيتناول الجهود الجارية للتعاون مع الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي وكانت بكين أكدت الأسبوع الماضي بأن صداقتها مع روسيا لا تزال صلوة وعربت عن استعدادها للقيام بوساطة تساهم في وضع حد للحرب أعلنت مؤسسة حياة كريمة تواصل توزيع صندوق المواد الغذائية لليوم الثالث على التوالي بمراكز محافظة الغربية والكرة التابعة وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن قوافل المواد الغذائية تشمل عدد 200 ألف كارتون تم مواد غذائية لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في جميع مراكز المحافظة ختام مجزء الثامنة فاصل وعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر